السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله أهلا بكم حبيبي في قناتي قناة مابد غزازة يريد ما تنسونيش باللايك واشتراك واشتراك وما تنسوش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي وكل سنة وانتم طيبين والله ما بلغنا رمضان لا فاقد وانا مفقودين تتعميل يا زازة والله النهاردة حاسة لليوم عندي في شوية شغله مضغوطة شوية فقلت اعمل تاج المساقعة وكده لانا عندي غسيل وعندي شوية شغلة في البيت وكده تعالوا بس مع بعض كده نشوف مع بعض المكونات بتاعتنا ونعمل المساقعة بتاعتنا ازاي واحدة واحدة كده وما تنسوش وتحطوا اللايك بس ارأيكم ايفي الجمل ده ارأيكم تعالوا شوف مكوناتنا الاول انا عندي بتنجان وعندي فلفل وعندي طماطم مفرومة وعندي ثلاث بطاطسات وعندي طومة متأشرة وعندي كاي زازة التوابل اللي عندي عندي ملح وعندي شطة وعندي كمون على كزبرة والله مصر على النبي وعندي ازايزة والارفة مصر معلات الارفة والبطاطس زي ما انتو شايفين ايات الشرعة تلقيت حبات بطاطس قليم مكونات بتاعتنا كلها سهلة وجميلة وخفيفة بصراحة شوفوا بعشان ايه انا باركوا وعندي التوابل كمونك وصبرة شطة ملح ايه الارفة وديتة مطمئة معصورة ايات مفرومة وديتم سي ما احنا شايفين ديتم بتاعنا اللي احنا مقشرينه ايه مكونات كلها سهلة وبسيطة جدا ويعني الاكلة مش هتكلفك حاجة خالص وهتقوم كده تعملها ايه في دقايق دي طبعا البطاطس ايات انا خرطت على منها حلقات لمنها رقيقة ولا منها تخينه ماشي ماشي ايه هنقطع كل 3 حبات مع بعض كده وهنشوف مع بعض طب هتعملها ايه زيزة فيه انا هقطع كل حاجة واخرطها وبعد كده هنحمر كل ايه حاجة واحدة كده تدريجيا مع بعض وهنشوف المكونات بتاعين دي البطاطس بتاعيتنا كده ايه خلصت ايه تقطيع فيها شوفت صمك البطاطسية قد ايه عشان تبقونت واخدين بالكو ماشي تعالوا بقى لل البتنجان والفلفل هنعمسك الفلفل بتاعي طبعا هشيل البزر من قلبه والأمع بتاعه طبعا زي ما احنا شايفين كده اه صلى على النبي اللهم صلى وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله علي افضل الصوت والسلام اه بقى الفيديو طبعا شوية بس انا بحب ان اكون ماشية معاكم واحدة واحدة اه في اي وصفة انا بنزلها ماشي ماشي اه دي بقى الاكلة دية يا جماعة الواحدة مثلا فينا يعني مفيش وقت تتعمل غدا اه ما هيش فضية وخصوصا اليومين دول احنا كلنا مصحومين واللي بيخسن سجاد واللي بيناقض فاللي بعمل ده وكده فعشان اه عشان خاطر رمضان كل سنة وانتم طيبين واقود الايام عليكم علينا يا رب طبعا اا انا بديرتش معاكم انا بقى أقومي بعمل الاكلة بتاعتي شايفين طبعا انا انطولة جدا في الفلفل دي وقت تذهب نعمل ايwe اه هقطع البيتنجان بالترقى زي ما انتوا شايفينها يا حبيب قلبي. طيب بعدين الزنط هتعمل ايه? لا احنا هنخلص كل الكمية كلها. الحلوة بقى بتاعة البيتنجان. البتنجان ده مسكر جدا جدا جدا. البتنجان الرومي ده. يعني ما شاء الله يعني انا كنت باكل منه وهو كده متقشر لسه. لاني كان طعمه مسكر قوي. اه طبعا نخلص كل الكمية بتاعتنا بتاعتنا زي ما قطعتها كده هجيب انا بقى معلقة ملح زي ما احنا شايفين دي الكمية انا خلصتها كلها جيباني معلقة ملح وهرشها كلها على البتنجان بتاع زي ما انتو شايفين ليه يا زيزي معلقة الملح معلقة الملح دي وقت عشان ما يخليش البتنجان يسود وينزل الميا بتاعته اللي فيه تيجي حتى اتحمريه اه ما يشربش الزيت معاك ماشي سيبي بس ايه خمس دقيق بعد ما انت ايه رشات الملح طبعا البتنجان اذا ما انتو شايفين اه واد البتنجان واد الفلفل هناخد كل المكونات بتاعتنا دي كلها ونروح على البلجاز طبعا هنبعي القلية هتطفع زيت والزيت سخن حمر البتنجان اول حاجة وبعد كده اه نخلص البتنجان ننزل بالبتنجان وبعد البتنجان نحمر الفلفل يعني ايه واحدة واحدة كده مع بعض طبعا انا برص البتنجان لانهم هم ثلاثة حبات فانا عايزهم بس ايه او مرة واحدة فاهميني اه وصلت معي لحد كده صلم معي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله طبعا البطاطس طبعا متحمرهاش قوي يعني يعني خدات نفس اللون التصفر اللي انا مطلعه دوات وحطلع البطاطس بتاعتي ماشي 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 يا زازو دي البطاطسة بعد حمرته بتاعتي بقى البتنجان ننزل بقى بالحبات البتنجان بتاعاتنا كده على البتنجان دوات انا خدتها على مرتين كمية بتاعتي اه اه لما حمرتها شيلتها طبعا ومنزلت الفلفل بعدها طبعا انا برص كل كمية البتنجان اللي معاي طبعا بقى احنا رشين عليها الملح و الــــــــــــــــــــــحز기가 برص يقتل خمس دقائق كده ينزل بقى خدال ماzemippleوه أو صرته كده منه آه جاء لما بعدما اتحمر جدا تتحس اللي هو من جوا قلبه قبيعد مش غمائي كده ولا حاجة لا مش هيشرب زيت معاك خالص زي ما انتم شايفين معايا كده سأقوم بتنجان بحمر الجهاز الثاني لا أحب اللون مبيض بحبه كده اللون ده كده. آآ طبعا خلصت الكمية بتاعتي نزلت بالإيه بالفلفل بتاعي قطعت بقية قطعة مكعبات برضو كده. وديت له تشويحة. يعني مش حمرت الفلفل. تشويحة بس صغيرة كده. وكون طبعا فرمطي التومة بتاعتي. زي ما انتم شايفين. عدها تشويحة للتومة. كنت طبعا التماطم معايا. اللي احنا فرمينها. واحدة واحدة شفتها اعطيكم الفيديو كل واحدة واحدة. طبعا نزلت بالطماطم ونزلت بالتوابل بتاعتي اللي هي كمون كزبرة ملح شطة آآ نصد معلقات قرفة. وحبيت حطت كمان ايه ربما معلقات فلفل قصمة. طبعا سبتها ايه تاخد لها شوية كده على البتوكاز. وما خلتهاش يعني استبكت اول. جبت الطبب بتاعي طبعا. زي ما انتم شايفين. تل بطاطس. هي تلي احنا حمرناه. ودي الفلفل. ودي التسبيكة هي تلي انا سبكتها للمساقة. عشان لسا دخلها الفرن. ودي البتنجان. والله الاكلة دي جميلة جميلة جميلة. ولا خدت وقت ولا اي حاجة. آآ طبعا بتاعي بقى اللي هصلي هو في الفرن. ما عارفش ايه هو اتخرم ليه اساسا. الحتة النقطة الصمرة دي تلقيتها بتنزل كده منش عارفة ليه. يعني فيه عوادس كده بتحصل اثناء الاكل. عديها وما تركزيش فيها. دي طبعا انا بروس الكمية الحاجة اللي معايا. زي ما انتم شايفين. البطاطس ضوط. بعد البطاطس سنزل بالبتنجان. وانزل بالمكونات بتاعتنا كلها. ما تسرحيش وحطوا لايك. يعني قلنا نغير بقى كده يعني ايه يوم ما ضغوط يوم ما انتش فاضي تعملي حاجة. اعملي الاكلة ديت وريحة دمك خالص. يعني مش هتندمي خالص. اه هي موقلكش هي 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 سهلة ومساينة. خدت الوقت في كله في ايه في التحمير بتاعها لكن اه اه. بالبارد كده ما فيش في اي حاجة صعبة خالص. طبعا بنزل بقى بالتسبيك اللي انا كنت عاملها. على مص الكمية وانك هحط بقية الكمية بتاعتي. زي ما احنا شايفين يا حبيبي. البتنجان والفلفل لانا كنت رصت البطاطس كلها تحت. اللي كانوا بقية وانتل بقى بالايه. اللي هو مص الله على النبي بالتسبيكة كلها. طبعا تعمل يا يزو انا هدخلها الفرن بقى. نوضع الفرن تاخد ايه شوية كده مع بعضها. طيب طبعا بعد ما طلع طعم الفرن زي ما احنا شايفين. يرايكم. استهل لايك ولا ما استهلش ايه. استهلت دعموني ولا تتعمونيش. والله تسلم ايديك كزا. تعالوا بقى كده نغرف كده ونشوف بقى ايه. الطاجن ده اخبره ايه كده من جوة كده نلغوص جوة كده ونشوف وضع ايه. طبعا نجيب الطبقة بتاعه وطلعت انا ايه? حبة. من اللي في الطبقة. تعالوا بقى نشوف كده جيب شوكة بقى كده ونشوف بقى الدنيا عاملة ايه? يا جمال يا جمال وزازة. لا 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 ده جامدة 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 بجد يعني. شوفتوا البطاطس? جميلة ازاي? ولا البتنجان? يا سلام يا سلام. طبعا احنا ورنا نغلقكم معاوة الاكلة كلها لبعضها ايه? ايه? ايه كل حاجة فيها طلعها الورنها جميلة وطعمها جميل. وحاجتها مستوية جميلة. صراحة يعني بقول لكم حطوا لايك اه شوفوا لايك? تعالوا بقى نتصور كده مع بعض شوية ونشوف بقى ايه? ناخد اللقطة الاخيرة. انا بقول لكم حطوا لايك اهو. شوفتم? ما تنسوش اللايك. تعالوا بقى خلصنا الغداء بتاعنا نشوف الغسيل بقى بتاعنا. انا غسلت بقى وايه? ونشرت كمية غسيل يا سلام يا رجيز. دي الابيض وده الالوان. الوقت اللي هيتنشروا بقى. بقى غسلة كل الغسيل. واخدوا مرة واحدة بخرج البلكونة. انشر. طبعا الغسيل كله. البلكونة بتاعتي كبيرة. يجي غسلنا وخلصنا الورانة. وهو دي كانت النهاردة اليوم بتاعنا يا حبيب قلبي. اتمنى بقى ما تنسونيش باللايك وشيروا الاشتراك. ما تنسوش تفعلوا زروا للقرس. عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم.